ضغط تنافذ، انتشار، تنافذ، نقل سلبي، نقل مسهل، نقل ناشط مجموعة من المصطلحات التي سمعتها هذا العام و لا ترى فرق بينها نسبة للنقل السلبي في ثلاثة الأنواع في الانتشار الحر، التنافذ، والنقل المسهل في هذا الفيديو سوف نرى ما هو الانتشار الحر في واحد الإناء نعمل محلول في جزئات مدابة نعمل وسيمة الانهود مثلا لذلك المواد المدافذ في جهة هذا الغشاء نضف تركيز المواد المدافذ فا لغيينته المواد المدافذ بعد مرور الوقت نرى ان هذهالمواد المدافذ تمر من الوسط الاكثر تركيزا إلى الوسط الأقل تركيزا الى التنافذ نضرب الانتشار الحر وهذا الانتشار الحور يقدر يكون في وجود هذا الغيشاء وفي عدم وجود هذا الغيشاء ببساطة من كترش بارفا ديكتوزي أديا الرائحة تنتشر في الهواء انتشار حور